هذا وتأمل مفابضية الانتخابات وكذلك النخب السياسية والأكاديمية بمشاركة كبيرة في الانتخابات المقبلة وبحسب إحصائيات إن الشارع يترقب إجراءات المفابضية في تحقيق النزاهة ومنع التلاعب بالنتائج لغرض تجاوز المخاوف التي قد تؤدي للمقاطعة التفاصيل مع أحمد ليث لم تعود نسب المشاركة الانتخابية تقاس بالأساليب المعمول بها سابقة بل عملت المفوضية على طريقة احتساب نسبة المشاركة على أساس المستلمين للبطاقات الانتخابية والمصوتين داخل صناديق الاقتراع في الحقيقة هذه الآلية لأول مرة تقر منذ الخمس دورات السابقة ما كانت تحتسب هذا الشكل لكن هذه المرة احتسبت استنادا إلى المادة خمسة رابعا في قانون الانتخابات رقم تسعة لسنة عشرين عشرين تحتسب البطاقة على ضوء شروط الناخب التي تحدد أن يمتلك بطاقة بالتالي فإن احتساب نسبة المشاركة هي عدد المشاركين الفعلي على من لديه بطاقة انتخابية اضافة الشفافية وتعزيز الثقة عند المرشح والناخب تكمن في مقارنة نتائج الانتخابات ونسب المشاركة الفعلية ليس بعدد الناخبين اضافة إلى إبعاد الطرق المؤثرة في نزهة الانتخابات وتطلع الشارع إلى ضرورة إجرائها بشكل يختلف عما كانت عليه في السابقة احتساب نسبة المشاركة للناخبين على أساس عدد المستلمين للبطاقة يعني ممكن هو يحمي البطاقات المزورة أو التي تدخل ضمن خارج الطر المشاركة هذا النوع من أنواع التشكيك الذي دائما يطرح يعني وين كانت نسبة المشاركة عدد المناخبين متساوين لكن راح تظهر عندنا نسبة مشاركة أعلى هذه واحدة من القضايا أو الفروقات التي راح تظهر بينها وبين الانتخابات السابقة المشاركة الانتخابية للمواطنين أبرز العوامل التي تبعد التشكيك عن احتمالية التلاعب بنتائج الانتخابات وقاعدة اختيار نسب المشاركة الجديدة ستكون الفيصل في كشف الكثير من التفصيلات المتعلقة بالعملية الانتخابية المقبلة إحصاء نسب المشاركة الانتخابية ستكون مختلفة في الانتخابات المقبلة حيث قامت المفوضية بطرح آلية جديدة لاحتساب نسبة المشاركين في الانتخابات القادمة اعتمادا على المستلمين للبطاقات الانتخابية وليس العدد الكل للناخبين محمد ليس بغداد الرابعة